اشتكى مواطنون في محافظة الزرقاء من انقطاع المياه عن منازلهم منذ أسبوعين ما يضطرهم لشراء المياه عبر صهاريج المياه بأسعار مرتفعة المواطنون أكدوا أن أعباء مالية كبيرة ترتبت عليهم نتيجة لذلك تضاف إلى الأزمة المالية التي يواجهها المواطنون في مختلف محافظات المملكة بسبب الظروف الحالية وأشر المواطنون إلى معاناتهم جراء انقطاع المياه في ظل الأجواء الحرة وشهر رمضان المبارك فضلا عن إجراءات الحظر مؤكدين أنهم تواصلوا مع مسؤولي قطاع المياه في الزرقاء دون حل مشكلتهم حتى الآن وكانت وزارة المياه قد بررت هذه الانقطاعات في الفترة الماضية من قطاع تيار الكهربائي عن عدد من المصادر الرئيسية لتغذية المياه وأكيدة أن المشكلة ستنتهي في أسرع وقت ممكن هذه المنطقة تعاني من عدم موجود مي لأنه ساعات ضخ المي ساعات محدودة جدا يعني يعني بدخولهم ساعة زمان بعد شويلة المي مقطوعة الجران كلهم بكونوا يتخانقوا مع بعض على ضخ المي مين راح يوصلوا المي قبل هذا بشغل مضخته التاني بحكي للطفيل وياها قطف المضخة خلينا احنا نسحب مي فشعنا مي في التنك يعني المشكلة مشكلة عويصة في هاي المنطقة ومنطقة جامعة عرب ما بتجينا المي بالمرة بالمرة ما اجتنا من يوم كورونا ما اجت أربع ساعات على بعض بنعبي تنكات احنا راوتبنا ضعيفة يعني اذا بذل يعبي تنكات مي ما بتوفي معه يعني يعني ما بادري حتى ما في سبب لسلطة المياه انها تقطع المي ما بصير تقطع عن العالم الدنيا صيف اول بعدين حضر وما بيقطعوها غير يوم الجمعة